ديوان جديد لأستاذ عاطف بوشأرة تحت عنوان وجع الحروف سنتعرف عليه أكثر ونتعرف كمان على شعر أستاذ عاطف اللي موجود معنا اليوم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أستاذ عاطف بوشأرة حضرتك شعر متمرس ومن مؤيدي الشعر العمودي الكلاسيكي شو هو بالتحديد يعني شو اللي يوصف بالشعر العمودي الشعر العمودي يتصف لأبواب عديدة كالوصف والسياسي والاجتماع والغزل أنا اعتمد الشعر العمودي لأنه له وقع خاص في النفس بالنسبة للوزن للموسيقى للقافي ووحدة الرمي هذا مما يجعل الشعر العمودي جدير بالاستماع ويجعل بنفس السامع أو القارئ سعادي الناثر ما بيقدر يعطي نفس الانتباع بيقدر ولكن الشعر العمودي له مميزات أكتر له جمالياته وجمالياته وجع الحروف مش أول ديوان شعر لحضرتك في دواوين أخرى كمانا اليوم رح نقرأ منها البعض من الأبيات ولكن بين ديوان والتاني شو بتفرق الأشياء هل هي المحطات هل هي مراحل حياة دواويني الثلاثي حكيت فيها عن جميع ما مريت بها من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة وكنت أود أن أحظى بشريكة حياتي والله قد منى علي بست فاضلي أنا وياها رزقنا خمسة أولاد أربع صبايا وشار فاعتبرت زوجتي كواحدة من بنات الأربع وشبهت بالنجوم وقلت إلى زوجتي وأولادي خمس نجمات تتالت والقمر سر منها القلب كما افتر الثغر أمهم خير مرب سائر خلق وخلق وميزات كثر رندة البكر إذا حادثتها تجتني ما تجتني خير الدرر بينما قيس إذا ليلة رأى من جديد جن فيها أو هجر ورنى ساعة هلت باكرا أيقن الجمع وما خاب النظر ورنى في خاطري يحلو لها أن أرى الأيام ساعدا وظفر وهل ساعة هلت بيننا أيقن الجمع وما خاب النظر شعع في دنياي بدر نير مثلهن كان هادي المنتظر حلو كتير أخي لك أي نجمة من النجمات موجودة معنا اليوم رفقتك الرابع حلو كتير كمان هذه العلاقة واضح أنه خلقاني بين حضرتك وبين البنات الأربعة وبين زوجتك طبعا أدي الكاتب والشاعر بل عنده أحساس مرهف أكتر من الآخرين وبل يقشع ويرائب ويقشع الأشياء أكتر من الآخرين أعتقد أن الشاعر هو مرآة لما حوله ينقل أحساس وشعور شعوره وشعور الآخرين في صور جميلة تتوقف هذه الصورة على مقدرة الشاعر وعراكه في الحياة كمان خلينا نقرأ قصيدة تانية اخترت لنا إيها لليوم بنت البكر غدت أم قلت بشراك رند غدوتي الآن والدة هيا اعتري العرش إن العرش لم يعري عرش الأمومة ما حاك هو منزلة ولا بنينا من ضطين والحجر الأم يا مهجتي حقا بمختصر قلب يذوب وجفن حيك من صار حلوة توصية كثير مهمة خلينا ننتقل لوجع الحروف بأنه الدوان الجديد يلي وقع بـ 24 شباط مرحلة جديدة رسائل جديدة طبعا بكل قصيدة ولكن في شيء يجمع هالقصائد هذه القصائد اعتمدت فيها رغم تعدد الأبواب كمان حكيت ألم الشعب اللبناني وما هو في هذه الأوضاع المعيشية الاجتماعية السيئة نعم وحسيت أنه الحروف التي كتبت فيها قصادي كمان تتألم مع آلام شعبي ولذلك تقديرا لها أهديت كتابي هذا وجع الحروف إلى الحروف حيث قلت الإهداء إلى وطن ما زال ينزف لعل يتوقف النفس ويتعاف ويتعاف اعتمد أريد أن أسمع حضرتك قصيدة من هذا الدوان الجندي وكلنا يعلم ما لهذا الجندي من فضل على الشعب اللبنان قل دق النفير فزنجر الأبطال كالأسد في ساحاتها لو جال هتفت بهم أرض الجدود وأرزة أنتم حماة فاسترح يا بال خذلوه خذلوه ذلوه ولم يبد امتعاضا فهو ركن البيت والمفضال كبش الفدى لو جئت أثقه كنها لو جدت فيه تستزيد خصاله السيد عاطف بشارة حضرتك من عماتور الشوف درست اللغة العربية واللغة الأجنبية لفترة طويلة ما أهمية اللغة إن كانت عربية ولا أجنبية ولا ما أهمية إتقان اللغة والغوص فيها اللغة هي أداة الوصل بين الملقن والمتلقن وكلما كانت هذه اللغة صحيحة توصل المعلومة بطريقة أقرب إلى الذه على نشئنا أود ونصيحة من أب ومعلم ورجل عركته الحياة ثمانين عاما ونيف أوصيهم باللغة اللغة اللغة خاصة اللغة العربية يعني معلومة عندها غناء كبير وأنه يكون النشئ الجديد بيجهل اللغة العربية خسارة كبيرة يعني من مش عارفين أديها لخسارة كبيرة لو بيعرفوا هاللغة العربية شوفيها من مكنونات ثميني لا نفط بسويها ولا الذهب نعم بآخر هالمقابلة كمان قصيدة من وجه الحروف أستاذ عاطفل وأشاد وطنا يهتز في الريح والأجواء تغزوها المحن فرقونا ثبتوا لينا وارتضوا عيشا لنا في السفحلات شلقنا هكذا جاءوا بنا قالوا لنا حطب أنتم ووقد للفتن للأصف شكرا لألك ولوجودك معنا أستاذ عاطف بوشأرة وجه الحروف موجود بالأسواء موجود بالمكتبات شكرا لألك ويطول بعمرك وأنا بشكرك على اضطافة هذه وبشكر الام تي في بتمنى يظل يدقل الكلمة الحرة والخبر السار وعلى القيمين السعادة الشاملة والاستقرار الدائم شكرا لك شكرا لك ونرجع منتبه على لايف خليكم معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك